طيب في الفيديو ده والكام فيديو الجايين هنتكلم على ال non generic collections طبعا هما ندرون هما مش مستخدمين في اغلب modern development ممكن تلاقيها في حاجات legacy فممكن تعدي الليكتشرز ديت لو ايه مش حابب تسمع عن ال non generic collections الفيديو الوحيدي اللي هنطول فيه هيكون ال array list بعد كده هنعدي على باقي ايه ال collections ديت سريعا يعني تعالى الاول ان نتعرف على ايه ال array list ده بيقولك هنا بقى في سي شارب فيه كلاس اسمها array list ال array list دي هي جزء من ال system.collections namespace وطبعا اهم معلومة لازم تعرف ان هو non generic collection مش زي الليستس العادية او dictionary ان هما generic وبيقولك ان هي بتقدر او يقدر يهولد items من اي data type والsize طبعا يقدر يبقى dynamic يزيد او يقل على حسب الحاجة بس عموما ازاي ما احنا كنا نسته منقول ان هو ايه recommended ان انت تستخدم ايه ال generic list اللي احنا كنا نستخدمها ايه بقى لنا فترة اللي موجودة في system collections generic namespace عشان ايه type safety والperformance بيكون افضل بشكل كبير من العيوب بتاعة ال array list lack of type safety ال array list بيحتفظ بالعناصر as an object وفي ال object هو ايه ال parent بتاع كل ال data types وده بيعني ان هو يقدر ايه يحتفظ باي data type من النوع object فبالتالي بتقدرش تعتمد على الخاصية بتاعة ال type safety وده ممكن يعمل قرارات وهنشوف مثلا على كده يعني او زي ما هو كاتب هو this can lead to runtime errors سبب تاني برضو هو boxing و unboxing overhead بيقولك بقى ان انت هتاخد performance ابطأ شوية عشان كده كنا بنقول ان هو performance افضل في ال generic collections عشان فكرة unboxing و unboxing اللي هتحصل لما تيجي try it او retrieve data من ال array list داوه نقطة تالتة بيقولك lack of generic methods احنا لسه ما كلمناش على generic methods هنتكلم عليها في الفيديوهات القادمة ان شاء الله يعني بس اللي محتاج ترافه دلوقتي ان ال array list مش بت support generic methods زي ما ايه هنشوف وهو بيقولك اصلا عمو ان هي deprecated يعني مش مستخدمة في مقابل ان انت تستخدم generic collections من اول dotnet 2 من بدري قوي يعني من قديم الاذر لشان كده هتلاقي مش مستخدمة الا في بعض ال applications القديمة جدا تعرف عليها زي ما قلتلكم عايز سكيب الكام فيديو الجايين دول يسكيبوهم بس مش هتخسر حاجة ايه لو عرفت ان في حاجة هي سهلة جدا في الاستخدام و زي تقريبا زي generic بالظبط يعني مفيش اي صعوبة هنقابلها خالص الفيديو ده هيكون اطول فيديو فيهم بتاع ال array list بعد كده هنعدي عليهم كلهم ايه سريعا او مش كلهم يعني المشهورين فيهم يعني طيب احنا اول حاجة هنقوله ان احنا محتاجين نستخدم system.collection زي ما قلنا في ال presentation تمام وهنبتدي نعرف له ونلاقي ان احنا عندنا هنا حاجة اسمها array list زي ما انت ايه شايف قدام ساعتك وهنقوله ان احنا نسميها مثلا ايه array list equal new array list وكده احنا عرفنا ايه ال array list ايه بتاع تمام كما انت شايف اول طيب هتلاقي implement to interfaces وعد اسمها ايه اسمها iclonable والايتم زي ما تسايفه على شكل array of objects اهو هنا وايه بقى ايه ال functions بتاع ال class ده ال constructor multiple constructors هنا يعني مش عايزين ندخل ايه في التفاصيل ده دلوقتي عايز اضيف فيه item هقوله array list زي ما انت ايه متوقع دوت ااد مش new object بقى زي ما هو اكمل لا انا ممكن هتديله رقم على طول واحد ممكن كمان اقوله ايه ممكن كمان ايه ممكن كمان ايه هنا بقى اللي مختلف ان انا ممكن اقوله ايه اه ارقام مع strings تخيل مع مثلا ايه مع مثلا ايه مع مثلا ايه one point seven five كل ده ممكن يتصيف عادي خالص داخل ال array list اه بتاعي ايه ال decimal point دوت في ال array بدون اي اختلاف ليه لان احنا زي ما قلنا لهم كلهم بيتسجلوا على شكل object فبالتالي يقدر يحتفظ بهم في نفس ال array بس لو جيت بقى تعمل عمليات او تلوب عليهم وطلع الفالي تحطوهم في variable تاني مختلف اعتقد هيواجهك ايه مشاكل فبالتالي ايه لا ينصح باستخدامه وزي ما كنا بنتكلم على العيوب بتاعتها ودي ممكن اول مرة نتكلم على الحاجة ونبتدي بالعيوب بتاعتها يعني زي ما تقول لكم هي deprecated بس ايه بس ايه بشوف ان المهم ان انت تعرف ان فيه حاجة كده وهنتكلم هي ايه ايه اه اتشالت او بقى deprecated بشكل مفصل اكتر لو جينا بقى نتكلم على انه قدر اكسس ال data عادي خالص زي ما بنتعامل مع ال array فاقول له array list ودخل ايه الاندكس اللي انت عايزه 0 هيطلع لنا القيمة اللي هي واحد ده first element لو قلت له third اللي هو هيبقى اثنين فنيجي نرون كده ايه احمد شايفين كل ايه الدنيا اعتقد بسيطة جدا مفيش اي مشكلة خلط يقدر تغير حتى القيمة يعني ممكن احمد دين غيرها مثلا نقول له ال array list بتاعنا دوت رقم اثنين حط فيه بقى number حط فيه علي زي ما انت عايز مش هيعفرد على اي حاجة تمام زي ما انت شايف تقدر تريموف برضو منه مفيش مشكلة خالص تقدر تيجي تقول array list ضغط remove عندك كزا فانكشن للremove فيه remove هنا فبتدي له القيمة فيشيلها انت بتقول له هنا remove one فهيشيل قيمة واحد ديت رقيت وقفت هنا وهنا كده يشرح لك ان هو ايه remove the first اول تكرار يعني لو لقى فيه اثنين واحد لا هيشيل اول واحد يعني احطينا هنا واحد وهو هيشيل اول واحدة بس تمام ممكن نعمل loop كده ونشوف for each سريع كده display int i تمام مضبوط وطلع لي ايه قيمة i هذه اول مشكلة قبلتني اهو حد يقدر يخمن ايه مشكلة حصلت ليه مشكلة حصلت عشان different من types هنا انا حطيت انه هو i of type int فهي ليست تمام هذه ليست تمام وسترينج ليست تمام والdecimal ليست تمام طبعا فهي ممكن ايه بقى نجد ان الarraylist يحتفظ بكل القيم او نقول له انه هو of type object اللي هم ايه اللي هو base type بتاع كل ال types عندنا فكده طلع لك هو ايه الone طلعت كما هي اللي كنا بنعملها في الاول هو شيل بس اول ايه تكرار ممكن نرموف بكذا طريقا remove range remove at انا كده بتقول له . remove at اللي في zero اللي هو عشان ما لغبطكش تعالوا مثلا ايه zero دي اصلي ما بقتش وان خلاص بقت two لان two بقى هو اول array لان احنا شلنا قيمة رقم واحد فهيشيل برضو two شايفين فتو تشالت يعني تمام ان دي بقت الانديكس اولين لما احنا شلنا لو واقفنا اللاين ده لا هيشيل واحد واثنين هتفضل موجودة وان هي اللي تشالت ممكن بقى هنا كبان تقول له ايه والله لا شيل اللي بقى range حلوة دي برضو arraylist dot ايه 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 اول فبدأ ايه 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 ا spread وطلب ايه 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 لوjak اعطيت اقعد ينبغ ولا اواف اعط Taed لكن لو قلت له لحد خمسة هيشيل كل الألمنت ممكن تضيف برضو بعد ما عملت ريموف عادي خالص ما فيش اي مشكلة تقول له أد تاني ممكن تتجيل كاونت تتجيل كاونت بتاع الاراي ده سهلة برضو جدا هنقول له ArrayList.Count Trend يقول لك والله يدو فيه اربعة انا بمشي سريعا عشان مش عايزين نضيع وقت في القصة دي كتير يعني بس هي محتاجين نعدي عليها سريعا ممكن كمان تيجي تعمل insert زي الاد بس تتجيله الاندكس اللي انت عايز تانسرت فيه هتقول له ArrayList.Insert وفيه insert range كمان هنجربها بيقول لك insert an element into the ArrayList at specified index هتتجيله الاندكس اللي انت عايز فهنا بتقول له لو قفنا هنا كده انت عايز في الاول الاندكس هتضيفه فان وهنا ايه القيمة نفسها وشايفين هي ايه نالبوا الابجيكت وعشان ممكن تبقى فاضيل فاقول له والله يعطيهني مثلا في الاندكس رقم اثنين حطيلي ايه مثلا محمد اقول لي اقفين محمد انا باتحك عليكم عشان هنا ما عمناش لوب بس يعني فقد انقل اللوب تحت هنا بدل ما نعمل كل شوية لوب كده ما دي هتلاقي محمد ظاهر اهو في الاندكس رقم ايه اثنين خلي بلك الاربعة دي طلعه من الكونت شايفين هنا عشان بس ما تلغبتش فانت عندك بداية الاري من هنا زيرو وان تو محمد انا بنطلع الكونت اهو فقال لك انه هو اربعة عشان برضا تتأكد من الكلام ده ممكن ناخد كده ايه لاين فهتلاقي ان في لاين هيفصل الاربعة اهو عن بقي ايه القيمة لو حبينا نجرب بقى الانسيرت رينج دي عشان الحاجات الظريفة يعني تقول له انسيرت رينج بصي بقى هتقول له ايه بقى هنا هتقول له في الاندكس رقم اثنين شايف هنا اجيب لك ايه بقى انت هتحط اي كوليكشن هتحط له اصلا كوليكشن كوليكشن ده مثلا ممكن نقوله على شكل الريلست نيو الريلست وتحط له انت القيم بقى اللي انت عايزها مثلا تقول له ايه وبي وسي وبي خاطر بس حاجات بسيطة عشان ايه ما نطولش في الفيديو ده شايفين حطوهم اهو واحد اثنين ثلاثة اربعة تمام حط الاول محمد بعد كده رجع عبد المحمد حط مكانهم دول انه ماشي ايه بالترتيب فده بالنسبة للانسيرت رينج ممكن ننقل الكلام ده طبعا في الري بس الري يكون من طيب ايه بقى يعني هلا قدر اقول له مثلا انت اه الري ايكل الفونكشن اللي بتنقل اسمها اقول لك دلوقتي تو الري او هو جابها تمام ده هدي ارور عطول شايفين ليه بقى بيقول لي انه هو مش عارف ينقل كل الالمنت عشان الاته طيب فلو جيت اقول له بقى والله خليلي ده اوبجيكت ايه وافع عاد تمام هتلاقي الري اتنقل خالص ولو اضعنا ايه breakpoint كده سريعة ووقفنا هنا على الري هتلاقي جاب كل الالن سهيح من التيب اوبجيكت ممكن بقى تروح تستخدم فونكشنز زي او الريفرس لقى انا فيه فونكشن اسمها سورت بتسورت اهو طبعا محتاج يبقوا نفس الطيب اهو تيجي تقول له ريفرس اهو تمام برضو فونكشنز حشوفنا الحاجات ده قبل كده اعتقد وبعد حاجات ايه بسيطة ممكن تستخدم فونكشن اسمها ايه contains لو عايز تشاك ان فيه قيمة معينة موجودة اهو يجي كده هنطلعها في ايه الريفرس لا الريفرس فهيطلع عليك true لو قلت له مثلا احمد لا احمد مش موجود فهيطلع عليك ايه false او تطلع تحت خالص بس ده الفكر العام في الريفرس شبه الريفرس العادية بس functions جاهزة وشبه ال generic list زي ما قلنا بس ايه باختلاف ال performance وموضوع ال type safety دوت وال boxing وال unboxing زي ما ذكرنا في اول الفيديو بس هطول عليكم اكتر من كده هنعدي على بقى ال types زي ما قلت سريعا كده ممكن ده هيبقى اطول فيديو فيهم بس همتعرف ان الحاجات دي موجودة لو شغال على legacy application او حاجة اعتقد ان مش هيواجهك برضو مشكلة موضوع بسيط جدا كان تفرس عادت هيئاني لما تعمل الريلس ده بس طبعا ايه تحسن بموضوع ال generic بس تشوفكم فيديو قادر ان شاء الله اشتركوا في القناة